كمان استحوذ التقرير الصادر على منقشة برنامج الحكومة الجديد على محور مهم جدا وهو تعزيز رفاهية الإنسان المصري من خلال مجموعة من المستهدفات أبرزها طبعا توفير نظام صحي شامل للجميع عن طريق مسارات مختلفة أبرزها تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية الاستثمار أيضا في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية أيضا توفير العمل اللائق للجميع من خلال مجموعة مسارات محددة أبرزها تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملأمة وده بالإضافة لتحقيق تنمية عمرانية متكملة ومستدامة لاستعاب الزيادة السكانية وكمان تعزيز دور الشباب لأنهم شركاء اليوم وقادة المستقبل فضلا عن تمكين المرأة المصرية وتعزيز تكافؤ فرصها في جميع المجالات طبعا كل التوفيق للحكومة في هذه المهمة وزي ما دكتور مصطفى مدبولي قال دي حكومة التحديات حكومة جاية في وقت صعب عليها مسؤوليات كثيرة جدا لكن في تكاتف من الجميع من جميع الوزارات في جميع المجالات من أجل تحقيق زي ما ذكرنا من خلال هذا التقرير تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات أبرزها طبعا يا منا زي ما قلنا اللي هي تحقيق رفاهية الإنسان اشتركوا في القناة